امبارح وزارة التخطيط اعلنت عن نتائج المشروعات الستة الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية بمحافظة لؤسر وسهاج وأسوان وإنة عشان تنضم لمجموعة المحافظات اللي تم بالفعل الإعلان عن مشروعاتها خلال الأسبوع اللي فات واللي كشفت عن كم ضخم الحقيقة من المشاريع الخضراء الزكية والمبتكرة اللي بتؤكد وجود وعي كبير جداً به التغيرات المناخية واثارها ووعي بدور كل واحد لمواجهة هذه التغيرات المناخية خلونا نعرف أكتر عن هذه المشروعات من الدكتور حسين أبوز عضو لجنة المشروعات الخضراء الزكية والاستشاري الدولي فيها التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر صباح الخير عليك دكتور صباح من ورفين يا أهلا بحضرتك كنتم متوقعين أن هذا العدد يتقدم نتكلف حوالي 7000 مشروع الحقيقة طبعاً كان تحدي كبير عشان الفترة كانت وجيزة جداً وطبعاً الشغل اللي تم على مستوى المحافظات من قبل اللجان التنفيذية كان حقيقة شغل مكسف جداً وده استدعى طبعاً أن تفاعل وزارة التخطيط مع وزارة البيئة والوزارات المعانية ووزارة الاتصالات خاصة كمان بما أنها مشاريع زكية ومستدامة فده استوجب الحقيقة زي ما قلت حقاك شغل مكسف على مستوى المحافظات بما فيها طبعاً المحليات كان طبعاً اللي جان التنفيذية كان بيرقصها المحافظين في 27 محافظة فده طبعاً كان تحدي كبير طيب عزيب جداً إيه المحافظات يا فندم اللي تم بالفعل أعلانها النتائج الفائزين فيها لحد الوقت هو يعني مفروض دلوقتي إحنا في المرحلة تقريباً نقدر نقول النهائية عشان هو اللي بيحصل دلوقتي التقييم تقريباً كده مفروض هيحصل عملية تقييم لكافة المشاريع اللي هو تم تحددها من قبل المحافظات بتيجي بقى اللجنة التقييم النهائية اللي هي ابتدت من يومين بالزبط تبص بقى في كل المشاريع اللي تم تقدمها من قبل المحافظات على أساس أنه هو في الآخر خالص يتم تحديد أو تقييم النهائي ليه تقريباً مش تقريباً هي بالزبط 18 مشروع على مستوى الجمهورية المستوى المحافظات كلها واللجنة دي مشكلة من الوزارات المعنية اللجنة دي اللي هي فيها لتقوم معاملة التقييم اللي هي بتعمل اللجنة المعنية بالتقييم النهائي للمشاريع بعد التقييم اللي تم على مستوى المحافظات من قبل اللجنة التنفيذية مين بقى موجود في اللجنة دي فانا؟ اللجنة طبعاً ممثلة هو بيرقص المبادرة كلها طبعاً هي تحت مظلة وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارات معنية زي وزارة البيئة مع وزارة الاتصالات في أعضاء اللجنة فيها طبعاً دكتور محمود اللي هو بيرقص اللجنة دي الحياة محمود محيددين والمبادرة كلها طبعاً بتحت تنصيق الكامل اللي هي سيدة السفير هشام بدر أعضاء اللجنة وزارة الاتصالات وزارة البيئة ممثلة فيه الجامعية اللي هي معنية بالتنمية والبيئة برضو ممثلة رئيس هذه الجامعية بيقول له الدكتور عماد عدلي اللي حياة فيها برضو كعدو وفيها يعني جامعات أهلية وزارة البيئة وزارة التخطيط طبعاً ووزارة الاتصالات بأعظيم جداً دكتور من 7000 مشروع أن احنا نوصل في النهاية لـ 18 مشروع على أي أساس بنقيم هذه المشروعات عشان نختارة 18 من السبعة تلاف يعني في أي مجالات كمان تمام هاي طبعاً المجالات مفتوحة إنما هي الكاتيجريز أو الفئات اللي بيهتم على أساسها تقييم المشاريع اللي هي مشاريع كبيرة كبيرة الحجم يعني متوسطة صغيرة مشاريع يعني دور المرأة فيها واضح جداً ويبقى واخدة فيها الليدرشيب أو القيادة نقدر نقول كده يعني مفروض كل المشاريع الحقيقة تبقى فيها المرأة ممثلة وعضو فاعل زي ما احنا منتكلم برضو يبقى كافة فئات المجتمع مشتركة في يعني تحديد المشاريع والأولويات وتنفيذها وفي المشاريع الغير هادفة للربح دي دي الفئات احنا بنقول او الكريتيريا او المعايير اللي بيتم على الأساسها انتقال المشاريع انا بنقول مشاريع مستدامة وزكية بمعنى ان احنا بنقول مشاريع اللي هي بتخفض من الانبعاثات الكربونية ما في استعمل طاقة متجددة بتخفض من استخدامات الموارد الطبيعية بصفة عامة ومدخلات الانتاج بصفة عامة تعمل على دعم الناتج المحلي خلق فرص عمل جديدة الاستثمار في الموارد الطبيعية والنظمة الايكولوجية وهو ده الأساس الاقتصاد قائم عليه صحيح فمجالات مختلفة ممكن تكون في الزراعة زي ما في مشاريع في مجال الزراعة ممكن في مجال السياحة مجال التنمية العمرانية المتكاملة والزكية طبعا الجزئية الخاصة بالتقنيات او الارتفيشل انتليجنت او الزكاء الصناعي والتكنولوجي هو مفروض يبقى الحقيقة كروس كاتن في كل المشاريع نحنا بنقول ايه طب ايه المشاريع اللي تم ابرز فيها الحقيقة تطبيقات زي ايه انترنت اوف تنجز او بسموه ايه انترنت لاشياء اه وبالنسبة مثلا زكاء الاصطناعي استخدام الدرونز في عملية مرأبة المحركة المرور في المدن الزكية والصديقة البيئة شبكات الري في مجال الزراعة مدى توفير او يعني زكاة مناطق معينة بتحتاج نقصها مية فبتعمل عملية كنترول للكلام ده يعني كل محافظة المشاريع اللي طلت منها وفق احتياجات المحافظة نفسها ما هي طبعا المشاريع بتبقى مفروض بيتم تحديدها بناء على خصوصيات المحافظة يعني فيه محافظات بيبقى الاساس محافظة زراعية مثلا فانا محتاج ان انا اكسف المشروعات الموجهة لفقاء الزراعة بتبقى بالطبيعي طبعا عشان هو يعني مفروض واحنا عارفين كويس جدا ان هو ده التوجه العام بتحديد المشاريع في اي محافظة بيتم بالتشاور مع المجتمعات المحلية انت مش هتعمل مشروع مثلا سياحي في منطقة ما هفهاش سياحي بتعمل مشاريع طبعا تلبي الاولويات والاحتياجات المعنية في هذه المحافظة يعني محافظة مثلا ممكن تكون محافظة من المحافظات محتاجة لفرص عمل في مجال معين فبيبقى التوجه في المشاريع دي محافظة فيها مجمعات صناعية كتيرة مثلا مثلا بالزبط كدفة انت بيبقى التوجه بس احنا برضو في الصراعة بنقول بقى صناعة ايه غير ملوسة صديقة للبيئة طبعا الكلام ده يعني نقدر نقول ايه فيه امور ممكن احنا نحصل عليها بطريقة مباشرة انما فيه مواضيع هتاخد فترة على فترة انتقال يعني مثلا زراعة تخارج من الملوسات او استخدامات مثلا المزوت او الفحم او تحولوا الى استخدامات طاقة صديقة للبيئة سواء كان كهرباء او نتكلم على البايوفيول فكرة موجودة لكن تطبقها ممكن ياخد وقت شوية هياخد وقت شوية انما هو الاهم يعني طبعا مهم جدا المبادرة دي اهميتها ان هي عملت حراك كبير جدا على مستوى المحافظات كله عايز يعرف ايه هو المشروع الاخضر معناه ايه ويتعمل ازاي طيب ايه الاستدامة اللي فيه احنا كاما بنتكلم على استدامة المالية انت مش عايزين تحق النهاردة مثلا هو يبقى يشغل نفسه يشغل نفسه بالزبط كده ده جزء بقى الاستدامة المالية المهمة جدا الاستدامة الاخرى المهمة كمان اللي هي لما بيبقى يحصل عملية دمج للمجتمعات المحلية بنضمن مشاركة مستمرة يعني هيبقى من مصلحة الاهالي او المجتمعات المحلية ان هما يستمر هذا المشروع وبالتالي بيدعموه يدعموه بالمجهود وممكن يدعموه ماليا عشان هم من مصلحتهم بيعود عليهم بعاهد وبيخلق فرص عمل وبيحسن البيئة وبيحسن الصحة فكل دي الحقيقة يعني فوائد بتعود على المجتمعات المحلية من جراء هذا التوجه طيب دكتور حسين لما بنيجي لقول ان فيه مسابقى المشروعات خاصة بزورة التربية والتعليم بنامعرفين ان المشارك في هذه المشروعات من الطلبة بزورة التعليم العالي بنامعرفين طلبة الجامعات المشروعات دي اللي تقدمت في المحافظة مين الاشخاص تحديدا اعضاء الفرق كانوا مكونين منين هل هم مثلا من دكتورة في جامعات هل هم من طلبة في جامعات هو شوف هك يعني احنا تعلمه بنتكلم مشاريع خضرائية يعني مشاريع مستدامة يبقى احنا بنتكلم على كافة فئات المجتمع تبقى مشاركة في المشروع على كافة مستويات يعني مش هنيجي نقول ده مشروع شبابي خلص لا مشروع شبابي برضه هيعتمد على بحث علمي هيعتمد على يعني مشهورة من زاوي المعرفة أو زاوي الخبرات عظيم هيحتاج لبنية تحتية الدولة هتوفرها هيحتاج للمجتمع المدني هيحتاج للقطاع الخاص فمنقدرش نقول ده مشروع قائم بذاته منعزل عن كافة فئات المجتمع هل في شروط معينة كل فريق مثلا؟ شروط خاصة مش هنقول بالسن لان حضرتك قلت ان الموضوع مفتوح شوية مثلا بالاستفادة من حد متخص في البحث العلمي في كل فريق مثلا هو المفروض المشاريع دي أو المبادرة دي تحفزه زي ما كنت بقول مشاركة مجتمعية متكاملة الدولة لها دور الخطاع الخاص له دور المجتمع المدني له دور والمجتمعات المحلية لها دور المحافظات لها دور طب دور الشباب ايه؟ ودور المرأة ايه؟ ودور القطاع الخاص ودور مجتمعات فده مهم جدا ان احنا عملية التشابك والترابط عشان مش هيبقى يعني ماينفعش يبقى مشروع ده قطاع خاص ماينفعش يبقى مفصل كل واحد بيشتغل الواحد طبعا لا لا ماينفعش فهنا يعني ده بيبرز الدور واهمية الترابط والتشابك ما بين اللي هو المسلس اللي هو دور الدولة القطاع الخاص المجتمع المدني والمجتمعات المحلية بقى اللي هي الأفراد يعني احنا كل واحد مننا كفرد معني بالتنمية المستدامة والدولة مش هتقدر تعمل الكلام ده الواحد وده بينعكس في السلوكيات بتاعدي يعمل ايه طيب عشان الناس اللي بتشوفنا دلوقتي كل واحد مننا كفرد كده ما هوش مسؤول يعني مش مسؤول في الدولة أو موظف في مكان ما مواطن عادي خالص يعمل ايه هو أولا نبتدي بداية نقول حاجة يعني أي مواطن عادي المسمى ما يهموش بقدر ما يهمو ايه اللي هيعود عليه في حياته اليومية تمام يعني هتقولي تنمية المستدامة هتقولي استراتيجية اقتصاد أخدر كل الكلام ده جميل إنما أنا كمواطن هيعود عليها بإيه هل هيحسن مستوى المعيشة بالنسبة لي ولا لا هل هيوفر فرص عمل جديدة بالنسبة لي هل هيخفض الأسعار ولا لا فيه هيحسن مستوى التعليم مستوى الصحة هيخلق فرص عمل فده الشاغل الأساسي وإحنا عشان كده بنقول والدولة ده الخط أو المنهج اللي هي منتهجب من فترة الحياة تحسين جودة الحياة ما كانش النهارده أي مشروع خطة عمل استراتيجية بتحسن من جودة الحياة للمواطن يبقى يبقى احنا يعني ماشيين في خطتين وده طبعا اللي هو الغرض اللي احنا بنحاول نعمله النهارده من خلال بقى مبادرات زي دي وغيرها الحقيقة إزاي المشاريع دي كلها هتحسن جودة الحياة وإزاي هتخفض الأسعار وإزاي هتخلق فرص عمل جديدة وإزاي أن أنا أحس بالناتج اللي الدولة بتعمله علي العائد صحيح فهي دي الحقيقة مهمة جدا وده طبعا لما أطلقت هزي المبادرة ابتدوا الناس كلها يعني زي تغارات مناخية النهارده الناس كلها بتكلم تغارات مناخية عايزة تعرف إيه هي وهتعود علي بإيه إيه يعني تغارات مناخية فدي كلها الحقيقة بقى فيه وعي يعني جزء مهم كمان من هزي المبادرة وهزي المشروعات اللي تم التقدم بيها وإن يكون فيه مسابقة بهذا الشكل على مستوى محافظات مصر كلها إن احنا ننشر حالة الوعي في المحافظات حالة الوعي وحالك السؤال اللي أشرت إليه كل فرض إحنا ماينفعش نقول إيه ده دور الدولة ونعود نتفرج لأ أنا كفرض استهلاك بتاعي شكله إيه هل برشد في الاستهلاك ولا لأ مضاقة ومية وموارد هادر فيه هادر في الغذاء عندي ولا ولا ما فيش هل بوفر أنا فيه هذه المدخلات ولا لأ السلوكيات بتاعتي شكلها إيه نبنتكلم على سلوكيات مستدامة بمعنى ما أطلعش واسيب النور والقوضة مساء مولع صحيح المية واسيبش الحنفية شغالة طيب مش سأروحش السوبر ماركت أو أروح أشتري أو أخذ كياس بلاستيك وبعند بعد كده أروح أرميها طيب ما هي دي تكلفة مين اللي هاشيل الكياس بلاستيك دي مين اللي هيتخلص منها ما هي الدولة طيب الدولة هتتخلص من المصاريف اللي هتجيبها وإحنا في الموضوع ده يعني هي حاجة بسيطة جدا اللي حدك بتذكور دلوقتي موضوع الأكياس بلاستيك ومدى ضرارها إحنا في الموضوع ده ناس بتدخل السوبر ماركت مثلا جايبة ثلاث حاجات عايزة كل حاجة في كيس بلاستيك الواحد ما هو ما يفعل أو لا مش كده بس ده مشكلة عشان السلوكيات إحنا بنكلم عليها تتغير ده بعد ما بياخد الكيس بلاستيك ممكن هو ماشي ياخد له ثلاث أربع كياس بلاستيك لكافة محافظات مصر الكياس اللي هي يعني ممكن على التدويرها أو شنطة قماش بتاقي ست البيت أو اللي بيعمل أي واحد بيعمل تسوق حتى لو في السوبر ماركت بيدينا الكيس بلاستيك ببلاش أقوله لا متشكل جدا أنا أجايب شنطتي فهي كل واحد يبدأ بنفسه ما هي مش هينفع النهار الدولة هتعمل كل حاج إنما لما كل واحد يبدأ بنفسه هنساهم و هنساعد و هندعم توجهات الدولة و ده بيعود في الآخر على المواطن صح صحيا و يعني النهاردة ما احنا بنقول طيب ما درائب طيب ما هتعمل إيه ما درائب انت محتاج درائب الدولة عشان تلم المخلفات و عشان تتخلص منها طيب ما أنا لما أقلل المخلفات دي و أقلل من إفرازها ما أنا أقلل من التكلفة المعنية بهذا و وبالتالي التكلفة على الدولة هتقلو وبالتالي النهاردة الدرائب بدل ما الدولة هتفرط علينا درائب عشان تتخلص من هذي المشاكل و الملوسات هتقل فهي كلها الحقيقة عملية كلها متشابكة مع بعض فالسلوكيات مهمة جدا جدا عندنا و ده الجزئي اللي حتاك أشارت الوعي النهاردة نعرف ما هيش مشكلة الدولة دي مشكلة المجتمع مشكلة الوطن مشكلة المواطنين كلهم مجتمع مجتمعي مجتمعين مع بعض مشكلة كوكب كمان طبعا ما هي ما هي ما هي كل دولة بالحكومات الدول بالمواطنين برجال الأعمال بالمجتمع المنظمة المجتمع المدني ما هو النهاردة كله لازم يشارك ما هو النهاردة تغيرات مناخية هي وقفت عند حدود ما قفتش عند حدود صحيح كله بيعاني يعني حتى وإن كان وإحنا كلنا بنأكد على الجزئية دي طبعا معارفينها إن الإنبعاثات أصلا من الثورة الصناعية اللي حصلت في الغرب في أمريكا الشمالية إحنا بندفع تمان أكتر ناس بيدفعوا تمانها هي الدول النمية فما هيش مقتصرة على المسبب في الملوسات أو المشكلة لا المشكلة الحقيقة للأسف الشديد بتعم والعب الأكبر بيقع على عاطق الدول اللي زينا اللي احنا عندنا طبعا أعباء كتيرة وعندنا متطلبات كتيرة وفي مرحلة تنمية محتاجين أن احنا نوظف الموارد ونوظف الموارد المالية والبشرية لعمليات التنمية طبعا التكلفة من جراء تغيرات مناخية اللي هي فيما يتعلق بالتكيف مثلا بارزة جدا يعني لو خدنا قطاع واحد بس اللي هو قطاع الزراعة وتأثير تغيرات مناخية على قطاع الزراعة والمحاصيل اللي بتتأثر صحيح والإنتاجية اللي بيحصل فيها إيه احنا كنا لسه في دات الحلقة بنتكلم عن مستقبل مصر فقط كمشروع واحد مشروع زراعي واحد من وسط عشرات المشاريع اللي احنا بنعملها متكلف 8 مليار جنيه لوحده ده مابل مصر يعني وبعدين تأثيرات الطائرات مناخية على المية وعلى الطاقة وعلى تأثير طبعا زي ما احنا عارفين السوحل الشمالية بيحصل فيها إيه خاصة عندنا في مصر الدلتة هيحصل فيها إيه كل كلام ففي تكلفة هتتكبدها الدول طبعا بما فيهم مصر عشان تتعامل وتتكيف من أثار السلبية لطائرات مناخية طيب دكتور حسين من وسط هذه المشاريع 7000 مشروع هيتصفوا في النهال 18 مشروع زي ما حضرتك ذكرت هل في مشروع نقدر أن نقول إيه اختراع أو ابتكار هو طبعا ما هي فيه جزء عشان كده فيه جزء بتاع التكنولوجي أو التطبيقات الزكاء الاصطناعي وكل الكلام ده فهي دي النهاردة ما احنا من غير الزكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديث احنا منكلم عن الانوفيشن وتوطين التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة في هذا المجال وتوظيفها في أنها تدعم مصار التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر عشرين عشرين ثلاثين فهي طبعا فيه عشان كده يعني احنا منقول مدن زكية ومستدامة أو مشاريع زكية ومستدامة مش فقط ما هي ممكن بيبقى مدينة مستدامة بس ما هيش زكية وممكن تكون زكية بس مش مستدامة نجمع ما بين الاثنين وإزاي نوظف الزكاء الاصطناعي والتكنولوجي في دعم مصار التنمية المستدامة سواء كان في الزراعة أو في الصناعة أو في السياحة أو في بناء المدن الجديدة فدي طبعا أكيد ده توجه كبير ده احنا طبعا دخلين في الاستثمارات كبيرة في الهايدروجين الأخضر وتحليط المياه بالطاقة المتجددة يعني هو النهار ده لما عندنا بحر لاب الأحمر أو البحر المتوسط لو النهار ده توسعنا في استخدامات الطاقة المتجددة في تحليط المياه يبقى أنت حلية مشكلة المياه وحلية مشكلة الطاقة طبعا هيبقى فيه استثمارات أولية الدولة لازم هتحطها في هذه المشاريع إنما بعد كده التكلفة هتبقى يعني الرانين كاست هيبقى عندك ماء ملح خلط بتحولها المياه وبالطاقة الشمسي فالتكلفة الأوبريتين كاست بتاعها هيبقى منمال يعني فهو ده الحقيقة اللي احنا عشان كده احنا بنقول الاستثمارات في النظم الإيكولوجية وفي البيئة وفي الموارد الطبيعية وفي البيئة بصفة عامة ما هوش رفاهية ده هو أساس لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة توزيع صروة بكافة فئات المجتمع تستفيد من ضراء الخطط والبرامج والمشاريع اللي بتعملها الدولة ويبقى المواطن نفسه والمجتمعات المحلية داعمة لهذا التوجه وتحافظ عليه وتستثمر فيه وتعظم من الاستفادة منه عظيم طيب احنا نشرنا الوعي دلوقتي في المحافظات كلها جزء مهم كمان ان انا اقدر ما فعلوا هذه الفرق الفرق اللي تقدمت في هذه المسابقة لازم اقدر اللي هم عملوه فاحنا لو قلنا ان 18 المشروع اللي هيفوزوا في النهاية من اصل 7000 مشروع مصيرهم هيكون ايه وهل باقي المشاريع اللي ما فازتش هل من الممكن اعادة دراستها من جديد اضافة لها بعض الامور بحيث مش هنتكلم بقى عن المسابقة لأ هنتكلم عن مشروع بسيط فيه امكانية لتطبيقه او لتنفيذه في المجتمع اللي هم عايشين في المحافظة بتاعتهم هيفيدهم ويفيد المحافظة ويفيد البلاد كلها تمام هو طبعا هكعارف ان هي المبادرة دي مستمرة بمعنى طبعا هيعلن عن المشاريع الفائزة في كوب 27 انما دي هتبقى عملية سنوية اطلاق المبادرة نفسه جازة بانتباه المحافظات على مستوى الدولة انه يبتدي يفكر الله ده الدولة بتدعم وبتقدر التوجه للمشاريع الخضراء فابتدوا النهار ده احنا يعني بيتصلوا بقى بالوزرات المعنية المشاريع الخضراء دي شكلها طبعا احنا ممكن طبعا انا عندي فكرة في الموضوع الفلاني ده ينفع ممكن اقدموا فابتدوا يفكروا على مستوى الجمهورية بحلقة ان ازاي يبتدوا يعملوا اعداد مشاريع خضراء فده طبعا بيعمل عملية تحول من المشاريع التقليدية اللي احنا مش عايزين او جايز تكون مشاريع ضرب البيئة او ضرب المجتمع او ضرب الصحة طبعا فلا ده الدولة ما بتدعموش الدولة النهار ده بتدعم احنا عارف طبعا انه هو توجه الدولة بصفة عامة انه يبقى 30% من الاستثمارات الخضراء سنة 23 و24 يبقى 30% و24 25% ومشيين في هذا السياق فمعنى كده ايه ان الموازنة نفسها احنا بنكلم عن الموازنة خضراء بمعنى ان التوجه هيبقى تدريجيا كله الى ان نأمل طبعا هيتبقى كلها خضراء يبقى كل المشاريع ما ينفعش تعمل مشاريع الجزء اخضر وجزء ملوس صحيح بس طبعا هياخد يعني وفي مرحلة انتقالية ده انه يبقى ماشيين فيها ده معنى ايه بيدي سجنل او بيدي مؤشر للقطاع الخاص والمجتمع المدني والدولة بصفة عامة ان الدولة بتدي اولوية للمشاريع الخضراء واتدعمها سواء من خلال ميزانية الدولة يعني هيبقى عنده فرصة اكتر ان هذا لما يقدم ياخد قارد من البنوك وهي البنوك ماشي اصلا في هذا الاطار ازاي يتم دمج تغيرات المناخية وهي ابعاد الاستدامة في تمويل المشاريع مش هتجيلي كبنك وجايب لي مشروع ملوث وهتديلك فيه فلوس صحيح لا هتجي تعمل مصنع بلاستيك عادي ولا هتجي تعمل مصنع بايدو جريدبل هتديكنف ده مش هتديك فيه الملوث فهم النهاردة هيقولك لا مع المشروع لو انا ما عملتش المشروع ده ماشي فيه مع خط سياسة الدول صح ما انا مش هاخد عليه دعم الدعوة الدولة مش هتشجعه ده على مستوى الدولة طبعا النهاردة لما ييجي الجهات المنحة سواء الجهات الدولية سواء كان البنك الدولي او الامف او البيلاترال دونر زي دول اسكندينبية وغيره اللي هم بياد دعم او الامر المتحد ها ما همش هاي دعم برضو لقير للمشاريع اللي ماشية في خط خفض الامبعاثات تحقيق هدف التنمية المستدامة دي بتبقى مسئولية الدولة يعني بعد ما خلاص المشاريع دي خلصت دي مسئولية الدولة في انها تتواصل مع الجهات المنحة وممكن لا ممكن كمان بايلاترال ممكن النهاردة شخص نفسه يتواصل انت لما يكون عندك النهاردة جامعية اهلية وعملة مشروع صديق للبيئة وبتتواصل مع جهة داعمة طيب ما فيش مشكلة قطاع الخاص النهاردة ممكن موضي خلال نتكلم مع حضرتك في انه لازم يكون فيه ألية لتوصيل القائمين على هذه المسابقة برجال الأعمال ما هو عشان كده احنا الاطلاق المبادرة دي في كاب 20 سامن اللي بتحترفي الدول كلها تقريبا ممثلة بيرفع نقدر نقول سقف الامكانية الحصول على دعم مش بس للمشاريع دي لا والمشاريع المستقبلية ويخلي المجتمعات المحلية في مصر هنا سواء جمعية أهلية أو قطاع خاص أنه هو يفكر النهاردة طالما ده أخذ دعم صحيح ما ممكن أقدمنا كمان طالما نعمل الكلام ده طالما فيه امكانية طالما أن الدعم ماشي سواء كان دولي أو إقليمي أو محلي ماشي فيه أو بيدعم هذه المشاريع وليس المشاريع الأخرى فطبعا المنافسة بتبقى عالية جدا للمشاريع اللي هي صديقة للبيئة اللي هي متوافقة مع الكريتيريا أو المبادئ اللي احنا منتكلم عليها مبادئ الاستدامة ومبادئ خلق فرص عمل ودعم الناتج المحلي وطبعا خفض الانبعاثات وترشيد في استخدام الموارد كل الكلام ده اللي هو النهاردة هو ده المستقبل هو ده المستقبل والله الحقيقة يعني برضو تهزل هذه الفرصة أننا يعني الواحد يعبر عن مدى ساعته بتوجه الدولة الحقيقة ودعمها لهذا المساري اللي هو نحن النهاردة منتكلم مسألة سيرفايفل مسألة بقاء للمستوى العالم كل صحية فموفقين إن شاء الله واعتقل إن شاء الله نحن عندنا بكرة والنهاردة في تقييم برضو ويوم الاتنين في آخر تقييم إن شاء الله كل التوفيق لحضراتك نشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا لتشرفتنا ونورتنا دكتور حسين أبوز عضو لجنة المشروعات الخضراء الزكية الاستشارية دولي فيها تغييرات المناخية والاقتصاد الأخضر شكرا جزيلا لحضرتك شكرا